بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهل في برنامجكم ملك وكتابة صناعة الوهم والإعلام التخيولي إبراهيم أهلا بك أهلا بكم أعزائي المشاهدين ومواد يتجدد معكم والحلقة ستمية وستين من برنامجكم ملك وكتابة حلقة الاثنين حلقة مهمة جدا تتعرض لكثير من هذه النمازج التي أشار إليها المهندس عدلي سريعا سريعا كده الموضوع بقى يعني مسير للسخرية أن الكثير من الأخبار لا أساسها لها من الصحة بل الكثير من الأوضاع اللي بتستقر يعني عملية صناعة النجوم وإن إحنا نخليها تتحط فيها تاني أو هدم النجوم يا صناعة النجوم يا هدم النجوم مفيش حاجة واخدة حجمها وبعدين نزعل لما اللعيبة تبتدي يعني تتصرب بطريقة وكانها صدقت هذا الوهم وكانها صدقت الوهم عارفين لما كنتوا بتتفرجوا على المطشيات تلاقوا اللي إعلانت تخيلي كان فيه إعلانات تخيلي لما جات مصر كانت الناس بتستغربها قوة بشوان استلاقي ورا الجون أنت شايف وانت بتتفرج على المطشيات في التليفزيون شايف لوحات إعلانية لأي سلعة وبعدين تعتقد أو فعلا أنت شايف إن هي حاجة خشبية موجودة وعليها الإعلان فجأة تلاقي اللعيبة راح داخل فيها وما حصل لهش حاجة إلي أن اكتشفت الناس أنه ده إعلان تخيلي بصور تخيلي للأسف جزء كبير من الإعلام الرياضي تحول إلى إعلام تخيلي إزاي تتكذب الكتبة إزاي تطلق الإشاعة والناس تبني عليها وتنشغل بيها وتتبني عليها قراء عشان كده ومشاركة ومشاركة إحنا نقول الإعلام مش بالإعلام اللي هو التقليدي لا هو جزء منه بقى الإعلام الشعبي اللي هو السوشيال ميديا وقراء الناس الجديد ده الإعلام التخيلي وفيه كتير من النمازج الفاضحة والكاشفة والكاسفة الحقيقة ها نتعرض لها النهاردة مع حضراتكم في هذه الحلقة وهذه أبرز عنوينها مقالي ومقاله المجد في يد الفراعنة الغربال والعشرة ممكن بعضمة لسانه هو الكلام علي جمرك الشموع الحمراء مكاوي عم الكباتن أسرار الملك جده حين يعتزد وأخيرا مجلتنا من أربعين سنة ده المحتوى بتاع النهاردة وإن شاء الله أنا أتمكن نناقش كل التفاصيل مع حضراتكم لكن البداية كما تعودت مقالي ومقاله المجد في يد الفراعنة بكرة بإذن الله تعالى أو الأربع بإذن الله تعالى تحتفل مصر ويحتفل العالم كله مع الرياضة المصرية باستقبال بطولة كأس العالم لكرة اليد في دورة التحدي الكبير إنه في هذه الظروف وهذه الجائحة مصر تنظم كأس العالم طبعاً تحديات بتقبلها وبتسعى إليها الإدارة العليا المصرية زي ما عملنا كاس الأمم الأفريقية أي زي ما عملنا تصفيات الأولمبية زي ما بنعمل دلوقتي كاس العالم لكرة اليد المرة دي نصفة 27 الجميل فيها صناعة مصرية من القمة حتى ملعب استقبال البطولة القمة التي تتمثل في رئيس تاريخي لاتحاد كرة اليد على مستوى العالم لا يوجد رئيس قعد هذه الفطرة الدكتور حسن مصطفى وأول مرة نجح كان مفاجأة لنا كلنا قلنا حيقدر يثبت الباقي كله قناعة العالم بقت تأتي به واضح أن الرجل ده استطاع أن يؤدي إلى كرة اليد ده العالمية ثم الإفريقية يعني أكتر من كاس عالم للنشئين للكبار مرتين مرة نشئين ومرتين للكبار تونس خادق كاس العالم هذا الرجل يخدم صناعة كرة اليد لأن أنت ما تيجي تستقبل البطولة دي أستاذ إبراهيم بتستعدلها ازاي مش بس قتلات واستقبالات وتسهيلات لكن البنية التحتية والبنية الأساسية وثقافة الشعب إنها تتهيأ لاستقبال هذا الحدث أنك تضيف ثلاث صلاة جديدة هتشوف إبداع هتشوف إبهار هتشوف التوقيت اللي تم فيه الكلام ده هتشوف حجم التحدي وأيضا أنك أنت دي جوانب من الصلاة يا جماعة بصوا بقى الإضافة الكبيرة جدا للبنية التحتية الرياضية المصرية لا وبعدين العالم كله يتهرب من إقامة المسابقات الدولية وإنت بتتلقافها يعني إحنا يعني بنقول نحن لا عزل ذلك أنا سعيد جدا جدا بتكريم الدكتور حسن مصطفى بيطلق اسمه على إحدى هذين على صالة أستاذ أكتوبر دي صالة دي صالة الدكتور حسن مصطفى في ستة أكتوبر هذا تكريم رائع وله معنى أروع أن مصر ترى نجح أبنائها وتثمنه وتكبره أنت بتكبر ابنك قدام العالم هذا المسمى سيبقى خالدا خلاص اتناقش اسم الدكتور حسن مصطفى في مجدال الرياضة المصرية من خلال آآ كرة اليد وكرة اليد دا يعني بهذا المنظومة أنت بتضيف صالة صالة الدكتور حسن مصطفى بستة أكتوبر صالة برج العرب صالة العاصمة الإدارية أن مصر تنشئ العاصمة الإدارية هذا التطور المعماري الجديد جدا فتنشئ فيها الصالة تستقبل البطولة أنا تكلمت على العاصمة الإدارية بمدينة رياضية متكاملة أنا تكلمت على العاصمة الإدارية خاطف كده أنا أنا عايزك تروح أدعو كل الإعلام الرياضي بهذه المناسبة روحوا تفرجوا على حجم التحدي إنك بتنشئ بتنشئ عاصمة سوف تستقبل هذا العام كل المؤسسات الحكومية والرياضية خلاص جازت أنت تستابع البطولة فيها في مجمع رياضي عملاء ماشي البطولة تمهيد لهذا الاستقبال وإننا تمنى أن يكون بجمهور في ظروف أحسن عشان الناس تفرد عايز أقول لك أن مصر كانت مستعدة بإجراءات احترازية مشقددة لإستقبال جمهور الاتحاد الأوروبي هو اللي صمم أنه يبقى بدون جمهور خلاص إحنا مع يعني القارة الدولية اللي عايز أقوله أنك أنت هتوري الناس أنا عملت هذه المدينة في وقت قياسي دون أن تتكبد الدولة مليم من ميزانيتها هذا تحدي غير معقول ولما تقال من 3 سنين أو 4 سنين الناس خدته باستخفاف لكن الرئيس ما عندهوش حاجة فيها استخفاف خلاص ما فيش ها آآ يعني لازم تصدق كل كلمة بيقولها وتشتغل على قدرها وكلمة تخلص بعد 3 ايام تخلص بعد 3 ساعات وتخلص وتخلص ها والناس تتحطي تحت ضغط بالظبط وتنجح بالظبط إذن طب ما احنا نقدر معايير التحدي العلي ما احنا نقدر صحيح ما احنا نقدر صحيح لو تروح ناحية مدينة ناصر لو تروح من ناحية مصر الجديدة لو تروح على طرق حوالين القاهرة الكبرى كلها عشان تخدم أنا عجبني جدا عجبني جدا المصطلح رفع جودة حياة المصريين خلاص ما انا بقولك ها كواليتي بترفع جودة الحياة فيه غلاء اه طبعا بس خدنا ما يقابله صراحة يعني ها فيه كواليتي لا الكهرباء بتطقطع ولا المية بتطقطع جودة حياة بكل 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 صحيح صحيح حتى في الملف الصحي الملف التعليمي فيه تحديات يعني احنا لما كناش بتدينا مشروع التعليم اللي هو آآ بالتابلت والكلام ها كنا عملنا ايه بجاحة كورونا شوف ربنا يخليك تبتدي خطوة عشان تستفيد منها صحيح وشعب يتضرب عليها تحت ضغط الكورونا ايه لا مصر دخل على عصر كويس بس عايزين نشتغل كلنا على قلب هذه الاهداف آآ الكبرى عشان كده برغم ظروف الجائحة اللي ربنا يا رب يحفظ بلدنا ويحفظ الانسانية كلها من تبعاتها ومن مشاكلها مصر هي بتستضيف النسخة سبعة وعشرين من كاس العالم لكورة اليد بتراهن على المجد بجد بتراهن انه بكل هذه الظروف الصعبة اللي تكتاح العالم مصر تنظم البطولة وتستقبل وفود كل الدول المشاركة النهاردة وصلت الارجنتين والكنغو بيتواصل او بيتوالى وصول اليابان سبقت ولعبة المطشين الوديين ومنتخب مصر فاز بالمباراتين الودياتين والطب من الجهاز الفن على حالة المنتخب اللي هقول لكم النظام حيمشي ازاي يعني المنتخب كان مخطط لو اتناشر مباراة دولية اصاز برأي اه ليس شوعة الاتنين اه انا ليه بقول الكلام ده بقول الكلام ده لان الدولة عملت اللي عليها على اعلى مستوى اه يبقى الناحة الفنية يا رب يكون حظ كرة اليد اعسام كرة القدم ان احنا عشان يعني يظل هذا الحدث في قلب وجداننا صحيح نكمل لحد الاخر بنتائج طليق بالمتخب المصر رغم الصعوبات طيب عشان تتفرجوا واتبعوا البطولة كده وانتوا ان شاء الله فرحانين بمنتخب مصر ودعمين ليه بازن الله اقول لكم ان مصر بتلعب في المجموعة السبعة هتلعب مع شيلي يوم تلاتاشر مع التشيك يوم ستاشر ومع السويد يوم تمنتاشر منتخب مصر بيلعب في المجموعة السبعة بينما في المجموعة الاولى فيها المانيا والمجر والرأس الاخدر والمجموعة التانية فيها اسبانيا وتونس والبرازيل وبولندا التالتة فيها كرواتي وقطر واليابان وانجولا الرابعة فيها الدنمارك والارجنتين والبحرين والكون والديمقراطية والخمسة فيها النرويج والنمسا وفرنسا والولايات المتحدة الامريكية بينما في المجموعة السبعة البرتغال والجزائر وايزلندا والمغرب المجموعة السبعة زي ما قلت لحضراتكم مصر وعشان تحفظوا مطشطها يوم تلتاشر وستاشر وتمنتاشر تلتاشر ستاشر تمنتاشر تلتاشر مع الشيلي التشيك معنا يوم ستاشر والسويد معنا يوم تمنتاشر في المجموعة التامنة سلوفينيا وبيلا روسيا وكوريا الجنوبية وروسيا التمن مجموعات كل مجموعة بتلعب الفرق مع بعضها يعني كل فرق هيلعب التلات مباريات هيصعد آآ تلات فرق من كل مجموعة من المجموعة التمانية هيبقوا اربعة وعشرين مجموعة. اربعة وعشرين فريق هيتأهلوا للدور الرئيسي التاني. هيتقسموا الى مجموعات السبعة والتامنة هيقعوا مع بعض. يعني احنا في الدور الجديد هيطلع من مجموعتنا تلات فرق من الفرق الاربعة. هيبقى معانا تلاتة من الاربعة اللي في المجموعة التامنة. روسيا وكوريا الجنوبية وبلا روسيا وسلوفينيا. الاربعة دول فيهم تلاتة هيقعوا معانا عشان تبقى دي مجموعة الست منتخبات. النظام معقد. اه. تفاصيل وحنتركوا المتخصصين قوي. اه. لكن عايز اعلق بسرعة على المجميع. ايه. يعني المجموعة الاولى مجموعة متوازنة. المجموعة التانية يعني اصعب شوية. اه المجموعة اه التالتة اسهل شوية. المجموعة الرابعة اسهل خالص. اه المفاشل للدنمارك. ايه. الباقي كله عنده حزوز. ايه. اه المجموعة اه الخمسة النرويجي اه فرنسا دي مجموعة نمسا لا نرويج وفرنسا طبعا اقوى اه اه اتنين. المجموعة السادسة بقى كنت اتمنى ان انا اكون فيها اه بدلا عن اه يعني اه البرتغال الجزائر ايجلندا المغرب. ايجلندا هي واعتقد ايجلندا والجزائر. بس اعايز قولك على حاجة في القرعة في نظام البطولة الجهاز الفني للدولة المستضيفة من حقه يختار المجموعة. فاختار المجموعة السابعة لحسابات المجموعة التامنة. يعني هو باصص على الدور التاني لعب مع مين. هو باصص على الدور التاني. اي واحد. وعايزي حقق المفاجأة في يعني هو دلوقتي حالع مع الشيلي. اه. ايه. يقول لك انا اكسب شيلي. اكسب مباراة كمان يبقى دخلت اول او تاني. فطبعا هي هي مخاطرة محسوبة. لكن لو لو نجحت هتريحك جدا في المشوار اللي بعد كده. انما با 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 بلا روسيا كوريا جنوبية. روسيا دي بقى المجموعة اللي لايه عليه علامات استفاد. ازاي روسيا اه يعني مش على رأس مجموعة. دي كانت بطل على في يوم الايام. طيب ازا الاربعاء. مساء الاربعاء هتستمتعوا بحفل افتتاح البطولة. مصر هي تتحدث عن نفسها. مصر هي بتستقبل ضيوفها. مصر هي بتتحدى كل الظروف الصعبة. ومصر هي تعلن عن نفسها. مصر الجديدة. مصر الرياضية. مصر بكل قدراتها بتستضيف دول العالم في هذا المحفل الرياضي الكبير. مش غريبة على مصر في هذا التحدي الكبير. لانه كمان رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي لعب كرة يد سابق. هو لعب طبعا. وهو رئيس اللجنة الليه في زمالي. فبالتالي. كرة يد سابق. لا طبعا شوف اه 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 بتحظى باهتمام. اه اه. ومشرفة. غير مسبوك. انما طبعا مصر كانت مجاهزة لمبارات الافتتاح تجهيزات اه اه. طيب خليني بقى اقول لكم مفاجأة. حاجة مسعدة بجد يعني. الاهل اللي مش عظيم عشان بيكسب. ده بيكسب لانه عظيم. يعني عظمته هي سر انتصاراته. مش انتصاراته هي اللي صنعتها اه اه او صنعت عظمته. فاكريني المقولة دي اللي اسرقها المهمس عادل اسرقها من مين? وانا قلتلكم الكلام ده من اكتر من مرة. من عدل القيعي الكاتبة والشاعرة الغنائية الموهوبة بجد. موجودة في حفل افتتاح كأس العالم لكرة اليد. موجودة باغنية مبهرة جدا هيغنيها الفنان الكبير تامر حسني في اغنية البطولة. ازا من عدل القيعي كتبت اغنية الافتتاح مؤكد ان انت تعرف بعض الكلمات. لا انا مش 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 هقول كلمات لانهم هم معتبرين. مصرية جديد. معتبرين مفاجأة لدرجة ان فيها مفاجأة فعلا. اه. وتجربة جديدة في الكتابة برضو مش هقولها. اه. يعني انا حتى ما بقولها قالت لي من فضلك. هما. بلاش سرقة. مجهزين. اه. ان يبقى فيها. انما هي يعني. تجربة هيلة. اه عامل. تجربة هيلة في افتتاح بطولة كبيرة ان شاء الله. وتامر حسني عامل مفاجأة. تعبر عن مصر وعن الحدث الكبير. يعني عامل. اظن النهاردة هيبتدي زعوها. اه. هيبتدي زعوها. اه. يعني اه. في 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 بادرة كمهدية. اه. لترحيب بالضيوف. انما انما هي فيها اكتر من. هتشوف تم الحسني بيعمل ايه. وهنشوف منا كمان في احدى ابداعاتها المميزة ان شاء الله تعالى في هذه اللحظة الكبيرة المهمة. افتتاح كأس العالم لكرة اليد. ليبقى المجد في يد الفراعنة. كلام مهم بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. قبل ما ندخل كده في الغريق بقى ونشوف الاعلام التخيولي وصناعة الوهد. خلينا اقول لكم في التطمين على دفتر الاحوال الاهلوية. النهاردة بيتسو موسماني اختار قيمة الفريق اللي دخلت اللي لدي معسكر استعدادا لمباراة الغد. بكرة مباراة ساعة سبعة ونص مساء التلات مع الانتاج الحربي. الاهلي في الصدارة بالتلاتاشر نقطة والانتاج في المركز الستاشر باربع نقاط. القايمة اللي اختارها مستر بيتسو موسماني فيها محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شبير واحمد رمضان بكهام وحسين الشحات ورمي ربيعة وسعد سمير وياسر ابراهيم ومحمود كهربا وحمد فاتحي ومحمد شريف ووليد سليمان وايمن اشرف وبدر بنون وقالو ديانك وطاهر محمد طاهر وصلاح محمد ومحمد نجدي افشا وعلي معلول وولتر بواليا واكرم توفيق ومحمد هاني عودة محمد هاني بعد شفاءه. كما ان الدكتور احمد ابو عبلة طبيب الفريق بيطمن الناس على الحالة او المسحة السلبية لكل لعب النادي الاهلي اللي خضعوا لها. وايضا امكان اخر حاجة كانت المسحة الخاصة بمروان محسن والحمد لله سبتت هي ايضا سلبية. ده ما يخص لعبة الاهلي واستعدادهم لمباراة الانتاج الحربي اللي حكون بازل الله تعالى في الاسبوع السابع الساعة سبعة ونص. ايضا في يوم الثلاث بكرة سموحة مع البنك الاهلي. المقولين هيلعب مع السيراميكا كلوباترا دي مباراة من الاسبوع الثالث. المصري مع الزمالك واخيرا الاهلي مع الانتاج الحربي. نهضة عادل بيرامدز مع وادي دجلة واحد واحد. عندك تعليق? لا. على القايمة? القايمة? اه. القايمة هي خلاص ضمت معظم اللعبة. يا ربي بقى نفسي 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 ندفد. محمد محمود اشوفه. يجهز وتشوه الله. نفسي. هو النهاردة كمان تم الاستقرار على امتمام احمد ياسر ريان على سبيل الاعارة الى السيراميكا كلوباترا لمدة ستة شهور. وده قرار مهم جدا. الناس اختلفت. لا فيه حكمة. فيه حكمة. مهاجم احمد ياسر ريان. مهاجم متميز. هو مستقبل رأس الحربة في النادي الاقل ومنتخب مصر بازن الله. بس عايز وقت كافي للعب. عايز فرص كتيرة للمشاركة. وجود وولتر بواليا ووجود محمد شريف ووجود مروان محسن. والابقاء على صلاح محسن. ايضا بنتكلم على اربع رؤوس حربة كلهم ما شاء الله بخبرات عالية جدا. فلما يبقى فيه مهاجم صاعد بهذا شكلها بشواندس من المفيد انه يعار. شجاعة منه. اه. حكمة من النادي الاهلي. اه. الفرقة اللي راح لها. اه تقريب ما ش هيحس بغربة. اه. اه. اه فانا بقول لك اه خطوة بإذن الله تكون مفاقة بالنسبة له. لان احنا كل يهمنا دي وقت ان لعبتنا اللي في المتخب القلومبي ياخدوا كامل الفرص. اه. صلاح محسن بيلعب في النادي الاهلي بشكل معقول. واكرم توفيق بيلعب. واكرم توفيق بيلعب. 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 صحيح. اه. اللي كانت نتيجة الزحمة في الحتة دي مش نتيجة الكفاءة خالص. اه. فترات نزوله ما تسمحلوش انه هو اه. ياخد الفرص الكامل. اه. الخبرات اللي هو محتاجها. اه. انتقاله في التوقيت ده انتقال موافق. طيب. اه. يوم الخميز زي ما قلتلكم هيبقى فيه اسوان مع غزل المحلة. ويوم الجمعة فيه اربع مطشاط. امبي مع السيراميكا كيلوباترا. وطلايع الجيش مع وادي ديجلة. والجنى مع الاتحاد. وبرامدز مع المقولين. بي يوم الجمعة. لجنة المسابقات في اتحاد الكورة. اعلنت جدول المباريات لغاية الاسبوع الاربعتاشر. وده شيء جيد. يمكن مباريات الاهل في الجولة التاسع الاهل هيلعب مع المقولين يوم الخميس واحد وعشرين يناير. ومهم جدا نحن نقول لكم الاهل هيلعب ايه قبل ما يسافر ان شاء الله تعالى الى قطر نهاية هذا الشهر. الاهل هيبدأ كاس العالم يوم تلاتة فبراير بازن الله في العاصمة القطرية الدوحة. قبل ما هيسافر نهاية هذا الشهر هيكون لعب. بعد مباراة الغد مع الانتاج الحربي. هيلعب مع البنك الاهل في الجولة التامنة يوم الحد. سبعتاشر يناير. يعني هيلعب التلات وهيلعب الحد. الجولة التاسعة يوم واحد وعشرين يناير هيلعب مع المقولين. الجولة العاشرة وده اخر مباراة له قبل السفر مباشرة هيلعب مع بيرامدز. ازا بيرامدز هي التجربة الاخيرة او البروفال الاخيرة والجادة للاهل قبل السفر الى الدوحة ان شاء الله. مباراة بيرامدز هتكون يوم التلاتة ستة وعشرين يناير في الدفاع الجولي. هيرجع بعدها الالب بإذن الله تعالى عنده يوم التلات ستاشر فبراير هتبقى مباراته مع اسموحة الجولة الاثناشر هيلعب فيها يوم عشر مارس مع الاسماعيلي في برج العرب الجولة التلاتاشر هيلعب امبي في بتروسبورت يوم الخميس اتنين وعشرين ابريل والالب وطلاع الجيش ضمن الجولة الاربعتاشر هتبقى نهاية فبراير يوم تمانية وعشرين في استاد السلام والاهلي جاهز الملف الطبي بالكامل اللي ارساله للاجنة المنظمة الكأس العالم واهل امبيك في المنديال يعني انا وانت المرة دي انا مش هسيبك انفعش تسبني مش كده القناة مش هتاخد واحد يسيب ان شاء الله تستمتعوا بتغطية خاصة ومهمة جدا على شاشة الاهلي من ارض الحدث وبن كأس العالم للانديا في الدوحة ان شاء الله تم كل الترتيبات اه كل الاطراف المعنية والمسؤولة بتجهز هذا الملف لانه كمان العودة للكأس العالم مسألة مهمة ما العودة للكأس العالم مسألة مهمة لكن احنا طعم البطولة واحنا في ظل اجواء كورونا اه يعني احنا كنا متعاودين نروح ونتحرك ونجيب نب الشارع ونجيب نب الاعلام ونجيب يعني العمل الاعلامي كان فيه ثراء اه في حرية حركة اه وحرية حركة ما عرفش الشكل هيبقى عامل ازاي المونديال بالكورونا المونديال بالكورونا والتحافظات والاحترازية وبتاع والتباعد الاجتماعي والتقرب الوجداني اه فنرجو ان الظروف تكون احسن بحيث ان احنا بادن الله نقدر نعمل خدمة متميزة بادن الله طيب ده كان ابرز ما لدينا من تطمينات حضراتكو على دفتر الاحوال اللي هي بجاهزية الجميع اللي يطمنك المخزون بقى الاستراتيجي من المعلومات عن خمس مطولات حضرناها او ست مطولات اه 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 اي اه بقى فيه مخزون استراتيجي استدعاء هذا المخزون لا هيقدم مادة الشايقة جدا جدا بصرف النظر عن كورونا بقى واريني كورونا هتعمل فيه دي ايه اه 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 الا لقدر الله لا ان شاء الله كل الترتيبات الجيدة وكل المشاركة المشرفة بازل الله لكرة القدم الاهلوية في كأس العالم ده كانت اه بعض النقاط السريعة في دفتر الاحوال لكن يبقى هناك الكلام الكثير فيه الغربال والعشرة ممكن التسعة كان عنوانها القضية ممكن. اطلقها عصام الشوالي ورشعت. سبحان الله كان مبخد جدا. هو الفات اللي بتيجي كده. اه. لان الجون جه مع هذا التعليق. صحيح. يعني. هي بتترفع. بس برضو ده حس عالي اول صراحة. شوفوا. يعني كان موفق. موفق هو بقى التوفيق. ايوة. انت ايه يعني زي ايه بيب ومشير بيب ومشير. ده عصام محظوظ زي افشا. للتين اتسجلت. ما انا بقول لك اهو. اه. كانت المتحط لحد النهاردة بيب ومشير معها. بزرق. عملت فيلم. صحيح. اللي فيه. اه. والقضية ممكن هتبقى فيلم برضو اخد بالك. القضية ممكن لان. اه. هتستحضرها. اه. انت وغيرك. خلاص. مش هتبقى حكرة عليك اي فرقة تستطيع تستفيد من فوز بهذا. في الوقت القاتل بالطريقة. العالية دي. يكون فيه تنبؤ. اه. بهذا الشكل الموفق. اه. اه. لا. يعني كانت طبعا ومع جمهور الاهل هي علمت لان القضية ممكن قضية. معا ان انت شكل الهجمة في البداية. ما هو ده التوفيق بتاع عصام بقى. اه. الشوال انك انت فجأة حاسسها وان هي ممكن تعمل خطورة ممكن ممكن العشرة اللي قضية ممكن راحت جاية. جاية. وقضية. بشغطة قضية. يعني شغطة اه فيها الداع شغطة فيها توفيق. انك تاخدها على فخدة وفي تايمينج انت بتقتحم بين اتنين لعيبة. وبعدين تاخدها. وقبل ما تنزل على الارض بتاخد قرارك انك تشوت. انت انت كنت رائع لما لاحصت ان بنشارك وهو باصص باصص. باصص. بالزاوية اللي راح فيها قرأ. اه. هي دي. باصص على الحت اللي راحالها. اه. اه. صحية. عشان كده لما الاتحاد الافريقي اجرأ قرعة البطولة الجديدة قلنا ان شاء الله العشرة ممكن. العشرة هتبقى مهمة جدا. الاهلي وهو بيخطو خطوات مهمة في طريق الفوز باللقب العاشر في دوري الابطال. القرعة حطته في مجموعة متوازنة. ناس كتيرة قالت فيها كلام كتير. عشان كده هنقف النهاردة في الغربال مع بعض تفسيرات هذه المجموعة. دور الستاشر. انتو عارفين ان الستاشر فريق اللي تآهلوا بيتقسموا لاربع مجموعات. كل مجموعة فيها الاربع فرق. والاربع فرق هيصعد الاول والتاني لدور التمانية. اللي وقتها وده اللي بنأكد عليه لحضراتكم. وقتها هتتعمل قرعة جديدة. يعني الفرق هيصعد اول والتاني كل مجموعة هتتعمل قرعة جديدة لدور التمانية اللي هيبقى بالنظام خروج المهزوب. لان الناس كتيرا شغلت. طب المجموعة الاولى اللي هيصعد حيلعب مين المجموعة انهي. لأ هتبقى قرعة. باستثناء قرعة مش هتجنب الفريق انه يواجه فريق من نفس مجموعته. بس. لكن الاوائل مع التواني. انهي تاني مجموعة. وانهي اول مجموعة القرعة مطلقة. المجموعة الاولى الالي معاه فيتا كلاب وسيمبا التنزاني والمريخ السوداني. المجموعة التانية فيها مازمبي وسانداونز والهلال وشباب بالوزداد الجزائري. التالتة بيلعب فيها الوداد وحوريا كوناكري وبترو اتليتكو وكايزر تشيفز. المجموعة الرابعة الترجي والزمالك ومولدية العاصمة الجزائري. وتنجث السنغالي. اتفضل. لا يعني اه خلاص دي المجميع. ام. ومسالة التوريخ وحتي بتدي ايه انت بتاعد كل ده انا ما بتوقفش عنده. لانه الناس كلها هتاخدوا من زوج الاقتصاص محدد. هي هي في نقطة في الجولة الاولى الحقيقة لانه كمان الاهلي رايح ببطولة كأس العالم للاندية. البطولة تخلص تلتاشر. تلتاشر فبراير. الاتحاد الافريقي حطت للاهلي مباراة في الجولة الاولى يوم اتنين او اتنشر او تلتاشر فبراير. عشان كده دي جولة. هو هو. بإذن الله الاهلي يكمل. هو بقى. في كأس العالم للاندية. الاتحاد الافريقي راهن على ايه? ان الاهلي مش حكم. اه. يعني. هو بحط معاد لو ما كاملتش المباراة موجودة. طيب. بإذن الله يقدر الله وتحدث. ويكمل. حتى يكمل قرأي من هذا المعاد. مش ضروري يكمل على يعني. اه. لو دخلت الدور قبل النهائي برضو يبقى مبارتك لازم تتأجل. اه. في كل الاحوال. فانت اه يعني اه هو حطاك كده ومنتظر ايه اللي هيحصل. طيب البداية بقى لانه قرأة الجدوى المهمة. الاهلي هيبدأ من القاهرة مع المريخ السوداني. في الجولة الاولى. الجولة التانية هيطلع بقى لتنزانيا يروح يلعب سينبا. ويرجع يستقبل فيتا كلاب بالكونغولي. وبعدها على طول فيتا يروح لفيتا كلاب. يعني المجموعة الجولة التالتة والرابعة واربعة مع فيتا كلاب بالكونغولي. تالت مباراة همال كده. اه. تخلص هلت مباراة نهاية الدور ده يدور. اه. المريخ الاهلة هيلعب في ام درمان في ابريل في الجولة الخمسة. هيختم البطولة او الجول او المجموعات في الجولة الستة تسعة او عشرة ابريل في القاهرة مع سينبا. ازا الاهلي يبدأ في القاهرة وينتهي في القاهرة. يبدأ مع المريخ وينهي مع سينبا التنزاني. دي يمكن ابرز اه. وانا بس عايز اقول اه تعليق على المجموعة دي. اه. لان في ناس اللي هم هم كل سنة. الاهل في المجموعة الضعيفة. وكان البطولة بتحسن في المجموعة. ام. يعني اللي كل واحد بيعلق بتكلم. طب تتكلم يعني هو الاهل والزمالي كما يعودوا تكلمه في المجموعة القوية. والمجموعة الضعيفة يستحقها انهم يفكروا في اللقب. ما حدش يفكر بالطريقة دي. اهل وزمالي كما يخشوا مجموعة يبقى اياً كانت المجموعة المفروض ان حصولتهم في التأهل تكون موجودة. فمسألة الضعيف والقوية محدش عارف المريخ بتاع السنة دي. هو بتاع السنة الفاتت? لا. شوف تأهل ازاي? ونتائجه كات عاملة ازاي? طب خلينا اقول برضو كل فرقة من الفرقة الاربعة تأهلت ازاي? لانه ده ممكن يديك مؤشر على مستوى الفرقة. الاهل طبعا في دور الاتنين وتلاتين فاكرين كسب سنديب بطل النيجر واحد صفر واربعة صفر. وما شاركش في الدور التمهيد الاول. المريخ تأهل من الدور التمهيدي عمل فوز على بطل الكنغو واحد واحد واتنين صفر. لكن كمان المريخ عشان تعمله الف حساب هو تأهل لدور المجموعات على حساب مين? النينبا الناجير. يعني. ده مؤشر لقوة المريخ. طبعا. انه قدر يتأهل على حساب النينبا. نادي من نادي العريقة جد. تلاتة صفر وواحد اتنين. سنبا التنزاني تغلب في الدور التمهيد على بلات يونايتد الناجيري واحد صفر وصفر صفر. في الدور الاتنين وتلاتين اكتسح بلاتينيان بطل زنبابوي اربعة صفر وصفر واحد. هتقول لي ازا سنبا في حالة جيدة جدا. فيتا كلوب الكونغولي ما شاركش في الدور التمهيدي زي الاهلي لكن في الدور الاتنين وتلاتين تفوق على بطل سواتيني اربعة واحد واثنين اتنين. يكسب اربعة واحد ده نتيجة كبيرة تنم عن ان ده فريق جيد جدا. التاريخ بقى بين الاهلي والفرق التلاتة ما فيش حد منهم سلم من الاهلي. طوال تاريخ الاهلي في البطولة الاهلي قابل كل فريق سواء فيتا او او سنبا او المريخ تغلب عليه. تبقى الحساسية العربية في هذه المجموعة لقاءات ودي النيل. الاهلي والمريخ السوداني. المريخ في السودان بيعتبروه زمالك السودان زي ما الاهلي بيعتبروه او الهلال بيعتبر اهل الخرطوم او الاهل السوداني. طيب. ايه اللي ممكن يحصل مع واحد مرخابي اوي واهلاوي جدا. ايه رأيك? لو انت تخيلت. موجود عند معاك على تليفون ومرخابي اوي واهلاوي جدا. هيعيش الحدث ازاي? معنى على الهاتف الاعلام السوداني الكبير. الاستاذ السر احمد جدور. يا استاذ مساء الخير. مساء الخير عليك. مساء الخير عليك يا استاذ ابراهيم. مساء الخير على استاذ عدل القيعي. مساء الخير يا استاذ عدل. مساء النور وده قدرك ان يا تواجه الاهل والمريخ وانت العاشق للاتنين. لا انا دلوقت يعني ذكرت برنامج بتاع الله. ما بعرف اه الله يا الله يديه القصة العافية والصحة. اه. طاهر ابو زيد مطبات على هوى. اه. اه الازاع الكبير طاهر ابو زيد. اه. ايوة مطبات على الهوى. ايوة. فانا دلوقت على المطب على الهوى طوال. فانت تفاكر ان احنا عامل لك مطب. انا مطب يعني. طب قل لي. ولكن. اه. لكن انا اقول سيادتك حاجة. طب. انا اصدقاء الاهلاوية عملوا لي المطبات قبلك. اه. انا عندي ابن خالي في افكانيونس في الامارات. اه. لما سمع. القرعة. القرعة. اه. رسل لي امونية سودانية شهيرة جدا. اه. بتقول حيران في الحب ناعش جمين. اه. اميل شمال ام اميل يمين. اه. اقول اهو ده. واترك ده. طبي لي يقول لي برضو كده. ولكن انا. ما في مطب صحيح. اه. بانه انا اه. كاهلاوي. مسي للعاشرة. كاهلاوي عايز. استناني بس. كاهلاوي عايز العاشرة. انا سمعك puta. طائم. العاشرة دي. اه. اه. يكاد يكون في انماعة افريقي. اه. على انه. الاهل ان شاء الله. يا حقيقة. والعمان ممكنة. اه. ولكن في نفس الوقت أنا سعيد جدا بأن المريخ استطاع هذا الموسم أن ينتصر وأن يصل إلى دور المجموعات ويصل على حساب فريق كبير جدا 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 هو ينهمه أحد المرسحين دايما فدي ذاته بالنسبة لنا كمن رخاب حاجة عظيمة جدا في الساعة الاحتفال وأنه يلتقي مع الأهل كمان النجمة الأحمر والسورة الأحمر وعلى فكرة في ندة واحدة في المريخ والأهل هم الاتنين اللهم بتاعهم الأحمر لأن المريخ هو النجمة الأحمر فأنت عايز تقول أن أنت هتشجع للبس أحمر بس مرضو قول لي لا نعم يعني المسألة بالنسبة لي أو بالنسبة للرخاب والأهلاوية إنهم عندهم احتفال هذا الموسم إنه الفريق اللي بحبوه ومن حسن الطالع إنه حتكون المباراة البداية هنا مع الأهلي أي وأتمنى أيضا زي ما كان الختام بتاع الموسم المنتهي كان ختام في شمال الوادي أن يكون الختام الجديد ينمع شمال وجنوب الوادي والمريخ يستطيع زي ما التقلب على أن ينمع أن يصل إلى المواراة الختامية وفي ذلك الحين أقول جول الخليفة استحابا مرت حيث ما نزلت أتاني ريحها آه أنت شايف أن القدر قد يسعدك السعادة الجمع بتآهل الأهلي والمريخ جدا ويصل المواراة النهائية آه يا سلام وأنا أقول لك أنت الراجل وانت راجل بتعلق عربية مع الخليفة العباسي اللي جلولة السحابة مرت آه قال حيث ما هبطت أتاني ريحها أمطري حيث شاتي آه وهذلك الوقت يقول حيث ما هبطت أتاني ريحها صحيح طيب بس ما قلت تتمنى أنهم يلعبوا فينال أنت فاكر أن أنا هسيبك من غير معرف في الدور ده في دور المجموعات الأهلي لما يلعب مع المريخ السر جدور مشاعره ما عمين لا ما ينفعش كده يا ساتر رايح ينفع طبعا لا 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 أصل على هو يقولك ينفع ها ينفع على الأهلي أيوة والملريخ في أي وقت لما يلعبان لم أقعد أتفرج عليهم نعم أنا بس نا عايز نروح لحاجة أهمة اخي العزيز السر نعم أنا عايزين بإذن الله المباراة دي تكون داعمة داعمة للعلاقات الأخوية آهم مش عايزين حد يعبس في هذه العلاقة زي ما حصل السنة اللي فاتت كان في мощة الهلاء دي خفية في مدش الهلال مش خفية للأسف كنا شايفينها وهي تعبس في العلاقة بين الهلال آآ والآهل ودي علاقة تاريخية آآ فارجو ارجو ان يمهد الاعلام المصري والاعلام السوداني ان اللقائين يبقوا على قدر آآ ما انه كنوا حقيقة بينه وبن بعض آآ كاشقاء لبعض ده اللي حصل بالنسبة لمباراة الهلال والآهل آآ المرة الفاتحة انا مفتكر كان في ابيعي ما ليس له داخل بالرياضة هو طوى سيد العارفين ايو 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 ده شمل شمل تالي وشمل ما موجه عند الاهل هو موجه للداخل لكن للوقت الاجواب مختلفة تماما الاختلاف يعني حتى جباهير الهلال والنريخ بالوقت يتكلم عن ياتوفي وممكن يصل الى دور النهائي وطبعا الاهل بما ينصح يجع جماهير الهلال كل واقفة معه جماهير الريخ هتكون واقفة طبعا مع مريخة الى اخره لكن اتمنى ايو طبعا الاهل يلجف الدرمان نفس الحفاوة اللي بالله دايما واتمنى برضو الكابتن الكبير محمود الخطيب يشرف السودان ويشرف من يرمان مرة تانية لانه له مع الدين وله جماهير عريضة دايما تحب ان يكون هلاك في السودان سر جدور اسعدتنا وكل عام وانتا بخير يعني قاعدة كبيرة يعني ان شاء الله يا أستاذ ونستمتع بكرة ودي النيل ان شاء الله بالله يجاب الماكسي ان شاء الله عايز عايز اهنب التنمين لاننا شاعر هنا اقول لها الى الامام الى الامام دايما وعايز طلب بسيط جدا يا ريك تسمعونا زين النوادي في ختاب الحلقة زين النوادي في نهاية الحلقة ان شاء الله بإذن الله تعالى نمتعك بها بإذن الله تحياتي ليك الواستاذ معدي ربنا يديك الصح يا أستاذ عدي شكرين ليك شكرا جزيلا خليك لنا وديم العلاقات على شكرا جزيلا للاعلام السوداني كل عاشة مصر والسودان ودامة ارض وديم الامام سلام عليكم شكرا جزيلا للاعلام السوداني الكبير والشقيق لأستاذ السر أحمد جدور واحد من نمازج الاعلام الموهوبين أوي رجل محترم وعاشق للأهل وعاشق لمصر ويثرينا في مجلة الأهل بكتاباته صحيح ده عبد الرحمن الأبنودي بتاع الجنوب بتاع السودان حاجة ما شاء الله موهبة عالية جدا ومتعدد بقى في الشعر الغنائي في الكتابة الروائية في التقديم التلفزيوني له برامج يعني كابتن شطا بيقول لي بيقول لي هو انت تعرف ان السر جدور ده تقدر تيبش معاه في السودان ده سوبرستار في الشارع السوداني من طبعه بيتكلم عنه طبعا حاجة لها قيمتها الكبيرة جدا عند الأشقاء في السودان لأنه فعلا كلمة أدبية وإعلامية كبيرة جدا ده كان أبرز ما في الغربال من تفاصيل هنطلع لفاصل وبعد الفاصل ناس كتيرة هتتمسك من عظمة لسانها أهلا بحضراتكم من جديد المهانس عاجل استهل الحلقة بالجملة اللي بتاعه يقول للمضمون بتاع النهاردة صناعة الوهم صناعة الوهم والإعلام التخيلي صناعة الوهم وانت قاعد كده لا بييك ولا عليك فجأة الناس تصنع لك حاجة من وهم مش موجود ثم يتم بناء عليها كتير بقى من اهتمامات الإعلام التخيلي وكأنه في قضية بجد في حين إنها في الأصل كانت حتة وهم في وهم ده بمناسبة إيه؟ هنشوف في الأول أبرز ما لدينا ب بعضمة لسانه هو الكلام عليه جمرك؟ فعلا الكلام معلوش جمرك بس الكلام لما يتحول باش مهاندس إلى صناعة واه يبنى عليه وتظهر من خلاله مواقف وتوجه من خلاله آآ جرعات لون كبيرة جدا هو كلمة الكلام معلوش جمرك آآ دي كلمة ساخرة آآ طبعا اللي عايزة يقولي يقول طالما إنه معلوش جمرك هلفط بالزبط اكذب آآ ألف ألف اتدعي آآ قولي الحق قولي جريء آآ آآ يعني كل ده كل ده كلام طالما إنه محاج بيحاسب عليك ما حادش بحاش بحد والحساب هنا يبدأ من حساب الرأي العام اللي يفقد الثقة والمصدقية للشخص الى حساب الجهات المسؤولة عند الخروج عن المألوف الى القانون نفسه عندما يتصدى الكثير كل ده احنا يعني نفتقده فاصبح الكلام فعلا معلوش جمهر كل واحد يطلع يقول له عايزه الطبيعي ان الكلام معلوش جمهر لكن الكلام لما يمس كيانات شعبية وجماهيرية ومشاعر ناس وعلاقات اندية لا يبقى عليه جمهر كبير يبقى عليه جمهر كبير صاحب الشأن المعني بهذا الكلام بيدفعه بيدفعه من صورته الزهنية بيدفعه من قيمته بيدفعه من علاقاته حتى مع منافسيه وده الضربة اللي بتتدفع عايز اقول لكم انه من كم يوم طلع الزميل العزيز الاستاذ سيف زاهر قال انه النادي الاهلي بيبحث عودة لاعب او اعادة لاعب من نجومه اللي راحوا بيرامدز وانه فيه تلاتة من رجال الاعمال الاهلوية متضايقين جدا انه ده حصل وبيجمعوا الفلوس وبيجمعوا اعداتهم مع بعض ونويين يرجعوا هذا اللاعب الناس كلها راحت ما انتو عارفين اللي راح الاهل من او راح من الاهل البيرامدز شريف اكرامي ورمضان صبحي واحمد فاتحي ثم سريعا بدأ الكلام عن رمضان صبحي ليه دي اتصنعت الوهل انا سألت الكابتن امير توفيق قبل ما يجالكم وامير الرجل المسؤول الاول عن التعاقدات بمجرد ما بقوله هل في حد طرح امكانية التفاوض على عودة رمضان صبحي قال لباشواندز وهو في حد يجرؤ يقول كلام زي ده مجرد ان يجرؤ احد بطرح هذا الامر او هذا المقترح ده مش موجود عشان تبقوا فاهمين هذا الكلام غير موجود الا فيه ازهنة او ازهان وادمغة القائمين على اطلاق هزي الاشاعة هدفها ايه سببها ايه تفسيرك ايه الكلام كده مش بس فيه مصادرة على الاهل وعلى مواقفه لده فيه تجرؤ وتجاهل الحقوق نادي بيرمد نفسه وكأن الامر لو الاتنين دول اتفوا خلصة الليلة الزوج الجديدة مالوش لازمة مش فيه طرف تاني يعني عرب مئات العشرات الملايين في صدمة للوسط الرياضي اه من اجل تحقيق طموحات كما قيل تحقيق الطموح اه يعني كما قيل اه فهنا انت زي ما تيجي تكحلها فتعميها ام الكل ناس طلع بقى ايه يشوف ده خبر طبعا انا معرفش مصدره ايه ام هل مصدره انك كنت اه الكابتن سيف سهران محدد من رجال الاعمال الاهلاوية قالوا له لا ده احنا بقى هندخل ومستعدين نعمل ونسوي طب هو رمضان عنده لا رمضان ما عندهش منع هو حيوب عنده منع ليه ما هو ده اللي يحل المشكلة طب قالوا له ما عندهش منع لا ولا ايه اللي حيكون عنده منع ليه قاعدة كده لا فيها مسئولين ولا فيها مسئولين من هنا ولا مسئولين من هنا وحدوتها بتتصدر رأي العام في تصوري لسبب اعدت ادور على السبب ام لحد ما لقيت ردود الافعال وهالاني موقف رغم انه مش مفاجئ ولكنه وهالاني موقف الاستاذ عمراء دي ام في مداخل مهجه اللوم كعداته اه هو عمل مداخلة مع الصحفة في خالد الاكريبي زميل عزيز اه اللي رد عليه الحقيقة ردود بموضوعية وضوح جدا جدا انه يقتنع نقول لي يا سلام يعني بس بقى وزعي وصريخ حنانيك يا عم عمر في ايه ايه هو عمل ايه يعني ما حقه ايوه انا عايز بس اقول للناس انا ليه فتحت الموضوع ده ايوه يمكن انتا مش هتعرض الفيديو ده للعم لأستاذ عمر قديم لكن هو سؤال كل ما ييجي صيرت اه الكابتن موقف الكابتن اه رمضان و اه علاقته بالجماهير والكلام اللي بيحصل اولا ما فيش حد يطلع من نادي الاهلي هاجب الكابتن رمضان خالص ولا علق على موقفه ام نمرة اتنين موقف الجماهير او بعض الاعلام ع السوشيال ميديا مين يقدر يسيطر عليه واحد بس اللي يقدر يسيطر على الاعلام ده ويحدد موقفه من الكابتن رمضان صبحي مين هو الكابتن رمضان صبحي ام لان الناس وهي تتحدث ما يصحش جمهور تعمل كده معاي لاعب بقى عايزين نبعد شوية عن الكابتن رمضان معاي لاعب هو ايه التنمر ده هو ايه العنصرية دي هو ايه الكلام ده انتوا دائما تناقشوا موضوع رد الفعل لكن لم يناقش احدا هل من حق اللاعب انه يستفزوا يا تحادة وهس وهو اللي نصحوا واللي عامل اللي كان عايزي كيد مكانش الكابتن رمضان اللي قدمه بالصورة دي اللي عايزي احتفل انه اكنوا فتح حكا ويفاهم الادارة عنده ده انا عملت حاجة فعمله يعني حد يعني تخال لويس فيجو. مم. وينتقل من برشلونة الى ريال مدريد والدنيا مقلوبة طلع اللي برشلونة هص. لا يمكن ده يتعمل في مؤتمر تقديم لاعب. طبعا. انت بتقدم اللاعب عشان تلبس الفنيلة. بديهية البروتوكول انه بيشكر لديه السابق. هو لو كابتن تعال انا تخيل بقى. نعم. الناس اللي بتقارن بين موقف كابتن احمد فتحي. لان خبارات كابتن فتحي آآ كتيرة وشرطه من دماغه. شرطه من دماغه. كابتن رمضان الله اعلم مين بيشور عليه. انه قوله اطلع قول هس وبعدين لما يسألوك قول والله اصلا سايب الاهل روح طموح. وانت سايب الاهل رايح. سايب الاهل وراح طموح. وانت لو رايح تقدر تقولها. اه طبعا. لما قلت انا هسيب النادي الاهلي واروح انجلترا في اي فرقة. هيدرس فيلد. انا هارجع هيدرس فيلد. عشان الطموح. ايه. انك انت تقلق في هيدرس فيلد وتتنقل النادي اكبر. نصدق. انما في افريقيا تتنقل لمين عشان يحقق لك طموح اكتر من الافريقيا. مش في مصر. تتنقل لمين? عشان يحقق لك اهداف. وانت قاعد معزز مكرم محبوب جدا جدا وبتجهز انك تكون مع شوق جماهير الاهلي. وكدر من الكوادر القادمة. ولما نشفتك في المنتخب الولومبي وطريقة تعاملك مع زميلك كابتن كويس ومحبه له ايوه هو ده الرجل ده. هو ده اللي حيبقى يكامل معانا وحنعمل ولذلك النادي الاهلي ما بخالش النادي الاهلي دفع كتير جدا. كل ما الليه مخده تقريبا رجعه. حتى فيه فلوس لسه ما حصلناش مش عارف حصلنا منا ايه. فهما سببين? عدم الوضوح من الاول اننا لو اتقال الكابتر رمضان عنده طريق تالت بقى. يا جماعة انا صغير وعندي ظروف تقتدي ان انا اعمل احسن عرض مادي ليه. والله ما كان حد زعل في النادي الاهلي. طيب يا كابتر رمضان انت اخترت وده حق. لا ده. هنا نقول حقه. اه اه. الوضوح. انما اقعد مع رئيس النادي. واطلع ووحي ان انا لن العب. يا احاحترف برا اما في مصر لن العب غير للنادي الاهلي. يعني النادي الاهلي خشي بقى بقى ويضحي بقى بالاموال. اه. فيوصل العرض تلاتة وربع مليون جنيس سترليني. غير اللي اتدفع حوالي مليون وثمينمائة الف. دخلين في خمسة مليون سترليني. منهم سنة. مشيئة الله انه هو رجع من المتخب اللي 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 بيلاعب مطش ووصيب. قعدنا لبقية السنة لم يستفد منه. ورغم هذا الاهلي عشرات المليم التكبدها في الموسم ده. طائعا مختارا. ولم يتأخر على لا علاج ولا رعاية مستحقة لابن من ابنائه. فاول حاجة زعل من الناس ان هما ما صدقوش ان ده يعز. تاني حاجة بقى. تصرفات النجم مع الجماهير. هي دي. الوحيد اللي يقدر وقف كده. وانا لو كان يعني قريب منه وعايز انصحه اطلع يا اخي زي ما كانت ان احمد فاتحي يتكلم كده على الاهلي وكبره. محبوبين. هو ما اهم مش مش معندوش صعوبة ان يقول الاهلي ده اضاف لي ايه وعمل لي ايه وتاريخي ايه وكنت اتمنى ولكن ظروفي الخاصة واستحملوني وباذن الله يا مصيري ان انا في يوم من ما ارجع النادي الاهلي وقف فيه حقه. كلام كان لازم يترتب له يطلع من الباب الكبير. كان زمان كل الجمهور ورا ظاهره. هل صح? وانا اتمنى ان فيه لعيب. الجمهور يتحامل عليه. اه حتى زي ما بيتقال في حياته الخاصة. لا. انا محبش كده. انا محبش كده. لكن اللي حيوقف ده والله لا كلامنا ولا الروح الرياضية ولا اه ما ما قال. لان كل كلمة بتتقال. يا. وكل تصرف بتعمل. هو او اللي وراه. لانه برضو. هو اللي وراه. احيانا المسؤولين عن ادارة الكرة في في دائما. عندهم باستمرار يعني هاني سعيد ده. انت حطت الاهلي تارجت. في كل شاكوة من الحكام التلقيح على الاهلي. في كل شاكوة مش عارف. على الرغم ايه. على الرغم ايه. اه. وقال مين يزعل مين يا كابتن هاني. اه. هو النادي الاهلي يا سألك في انت تهربت يا راجل ما عملش معاك حاجة. صحيح بعد سبعة وتسعين بعد كاسل العالم بتاعدي الاهلي. اه. حاولت ترجع حتى ولما جيت ترجع برضو عملت جيم ملوش لازمة. وروحت بعد العقد ومش العقد واستخدمت الاهلي انك تزول عقدك في النادي زمالك ورجع. فمعلين انت حر انت حر. ايوة. وانسينا موضوعك. لكن انت زعلان من النادي الالف ايه? عملك ايه? اه. فما تطلعش على طول وتهاجب. لان دي مش بتساعد بها الكابتن رمضان. انت بتزود الفجوة. الكابتن سيف لما فتح هذا الموضوع. هل خدم الكابتن رمضان? في روعي ان هو كان يتصور. انه هدي خطر. نخفف الضغط على رمضان. اه. خطر قد تقاربه من جمهير ان رمضان في فكره في قلبه لسه النادي الاهلي. اه. ما يعرفش جمهور الاهلي. يا جماعة. ويا جماعة. يعرف ما يعرفش. والنبي يعني انا مش عايز اه يعني اخدها. لا لا ارد الفعل. انا لا اصد الرسالة من هنا. اه. انا بتكلم تحليلي للموقف. طيب عشان تحلل الموقف صح. ليه بقى صناعة الوهب بتؤدي الى. هل ده بقى. مزيد من اللوم على الهب. اه. انت بقى بتعمل ايه? اه. الاهلي يفاوض فلان الفلاني. هو طيش صح? ادي الاهلي لم يفاوض احنا. اه. لو كنت يحذفها او واحد صحة فيه يحذفها. اه. او اللاعب يحذفها او ما فيه حد حدفها. اه. ومقدم البرنامج حد بيقول. او فيه واحد. مسلا في النادي صاحب اللاعب تصور ان اللاعب بدلا متعنت يبقى الاهلي وراه. طيب. تتحدث. يبقى بقى. مش صحش من الاهلي كده. مش صحش مش عارف ايه. وهذا لا يليق. وهذا مش عارف ايه وهذا ايه. هذا صناعة الوهم. دي صناعة الوهم والقائم عليها ما يعرفش حقيقة وحج غيرة جمهور الاهلي على قيمة الاهلي. غيرة جمهور الاهلي لأي نجم لأي لاعب مهما كانت اهميته مهما كانت قدراته مهما كانت موهبته غيرة جمهور الاهلي على صورة الاهلي وعلى مكانة الاهلي اعلى بكتير جدا من المكاسب الفنية ومن حجم الموهبة والمهارة الكروية. اعلى بكتير. وده اللي بيحفظ قيمة الاهلي عبر التاريخ. ده اللي دايما وابدا بيخلي كل خطأ يحدث في محاولة لهز قيمة الاهلي تلاقي دايما وابدا هذا الجدار محمي بغيرة الجمهور على الاهلي وعلى صورة الاهلي اللي لازم انتظل كده. او لو يات الجماهير راحت في حتة محدش هتخيلها. بالزبط. ودي يمكن ده الحصن المنيع لصورة الاهلي ومكانته. في كل المواقف المماثلة. لكن ان احنا تؤدي بينا فكرة صناعة الوهد. ان الكابت الرضا عبد العالي في احدى المدخلات مع قناة النهار بتسأله في اي اي ام سي بتسأله الزميلة ايمان الحصري عن موضوع عودة رضا عودة رمضان صبحي للهل. فلقى بقى موضوع. بقول لكم بصوا الكتبة تطلع تروح فين. فنسمع رأيي رضا عبد العالي. طيب في كلام على انه في مفاوضات انه اللاعب زي كابتن رمضان صبحي يرجع التاني. نادي الاهلي وفيه وسيط او فيه وسيط كبير في القصة دي. هك سمعت اي تفاصيل عن الحكاية دي. لا بصراحة ما سمعتش بس هو الراجل يعني اللي خلاه خد الخطوة دي خدها وهو مقتنع بها تماما. وبعدين جمهور النادي الاهلي وكلها وكل المواقع وكل اللي مش هتقبل قوي. لا مش هكاد مش هتقبل. هما بيتمنوا. هما هيتمنوا. لان رمضان صور عندي ناس من جمهور الاهلي في الكنترول. بيقولوني مش هنتمنى لأ. يعني هما جانبين اللي قال مش هتمنى ده عشان بس ان هو يعني حرق دمهم. اصلا اول واحد يسيبهم ويمشي. اللي بقى لحضرتك. ها. سيبك من عبد الله السعيدة عبد الله السعيد. ده ما نعتبرش ابن النادي. ده كان جاي وعاد احترافه خلاص. وان هما عرضوا عليه السبع. هلوله ده اكتر حاجة. خلاص لش عجبك شوف حتة تانية. اه. انما هما كانوا متعشمين اول في ابن النادي. وابن النادي ما تقدموش العرض اللي هو هيليق بيه. اه. فلما راح برامد كل الناس قلب عليه وهيجعل. طب هما هي. طب قولي لي يعني ها هما تقولي لك في الكنترول دلوقتي. لأ مش هنرجع عليه عشان محروقين. انا هما يتماني ان هو يرجع. خبر غير حقيقي. بقى جمهور بيتمنى. وتعليق تخيله. اه. ما هو انت 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 جيبت منين? من الجمهورية? عملت السفتاء? يتمنى او يرفض. يعني الرفض مبني على ثوابت وتواريخ اه سابقة. واحدة ده سابقة. انما يتمنى الشغل ده. وفيه حتة تانية جايبة انت انا حعلق مرة واحدة. نجيب الجوز التاني الخاص بمسلمين. ولا لسه? طيب. ايضا في نفس المداخلة. كابت الرضا عبدالعال الزميلة ايمان الحصر سألته. بالمناسبة كان السؤال اصلا عن اوضاع فريق طنطة. اللي حاصل مع فريق طنطة والهزيمة وهضب الجماهير وا 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 وا. ثم تطرق الامر لموضوع رضا عبدالعال وبيتسو مسماني. وهنا نعايز اقول حاجة فيما يخص بيتسو مسماني. كل واحد من حقه يقول رأيه. رضا عبدالعال مدرب. ممكن يبقى شايف ان بيتسو مسماني مش مدرب كويس. لكن لما بقى فيه رأيه اخر مختلف عن كده يبقى لازم ان نناقش الرأيين مع بعض بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم الجديد. مستمرين معاكم في منقشة صناعة الوهم. والاعلام التخيولي. اللي زي الاعلامات التخيولية حاجة ما فيش حاجة كده في الخيال. واحد يجد بالكتبة والباقيين يصدقوها ويتكلموا عليها. شفنا نمازك. بس الحقيقة كمان فيه ما يخص رأي الناس في بعضها. مش مشكلة انه كابت الرضا عبدالعال او اي حد تاني يبقى شايف ان بيتسو مسماني مدرب كويس او وحش. واحنا هنا كنت بتكلم انا ومنص عدلي قبل الهوى. لازم ان نعود الناس انها تتقبل الرأي المختلف. انت من حقك تبقى شايف ان اللعيب ده مش كويس. شايف او تتكلم عنه باي لفظ غير لائق. لكن بتنتقد الموقف بتنتقد اداءه في المباراة بتنتقد تعامله مع بطولة بشواندس كل ده حق متاح. سيد ابراهيم انا مش علق غير لما اسمعه. طيب كابت الرضا عبدالعال الزميلة ايمان الحصري بتسأله عن اوضاع طنطة راحل بيتسو مسماني. نشوف رأيه في بيتسو مسماني وبعد كده نشوف رأيه في بيتسو مسماني. خلينا اسألك على تقييم حضرتك لمسماني المدير الفني للنادي الاهلي. اه تقييمه من ناحية الفنية يعني. اه. يعني انا شاف ان هو مدرب قليل جدا. قليل. اه قليل فنيا. اه. يعني ما بيعرفش دير ما بيعرفش غير ما بيعرفش يقرأ مباراة. هو المدرب ايه غير انه يعمل لك تشكيل ويقدر يقرأ مباراة ويغير من طريقة اللعب ومن طريقة الاداء اثناء المباراة. اه. بعدين ده ماسك النادي الاهلي يعني. اه. الكلام ده لو ماسك اي فرقة تانية ماشي. انما اهل وزمالك بالذات. اه. لازم يبقى المدرب اللي دايه عبقاري. عشان احنا نتعلم منه. احنا بنحكم على المدرب قوي او ضعيف ازاي. يعني مسلا ازاي كان هو ما تغلبش ولا ماتش. فمنين بنقدر نحكم انه هادا المدرب بعيد. اه ما فيلر اتغلب ولا ماتش. اه. اه كان فيلر اتغلب. محمد يصف لما ميسك اتغلب. حسام البدري لما ميسك اتغلب. مع المشكلة ان النادي ايه ما بيتغلبش. بس هي المشكلة كلها ان هو ده جاي علمنا. اشي احنا مدربين هنا. بنتعلم من المدربين الاجانب اللي بتيجي. يعني بس احنا كمان عددنا مدربين مصريين يعني. معليش. المدرب الاجانب يعني مثلا فيلر لما جيه. حط بصمته. فكل المدربين بدأ انت عايزة تقلده. هم. انه لازم يعمل تنافس جوه الفرقة عشان يحتاج التلاتين اللاعيب اللي بيتأيده. لان انت عندك هنا اغلبية الفرقة اللي هي بتأيد تلاتين اللاعيب بيشتغلوا تمنتاشر لعيب واثناشر لعيب بيبقوا ايتيه. وكان اخرهم جرس. يعني كان اخرهم جرس في نادي الزمالك كان معتمد على الاربعتاشر لعيب بس. والستاشر لعيب كان نعطيتهم في تلات. طيب كابتر رضا عبدالعال رأيه في بيت سمو سماني. ولاي الفنيا ما بيعرفش دير ما بيعرفش كاتشن ما بيعرفش يغير ما بيعرفش يتدخل ما بيعرفش تقريبا اي حاجة. ده رضا عبدالعال عن بيت سمو سماني في دي ام سي. طيب هات الريموت كده. روح لقناة النهار او قناة تن. الرضا عبدالعال عن بيت سمو سماني اللي ما بيعرفش يدير واللي ما بيعرفش كاتشن وتقريبا ما بيعرفش حاجة. حولنا بالريموت سمعنا ايه بقى. هكلمك عن نادي الآلي وبالذات في الماتش اللي هو الاخير بتاع بيرامدز. ويمكن انا كليها تعليق ان بيرامدز والنادي الآلي اه مطروض منه السولية ومش عارف حتى يروح للجنو. النادي الآلي ضيع ضرب الجزاء وضيع واحدة في القائم ماشي اه فيه البيرامدز واحدة في القائم. بس الفرقة تحس ان ايه فاضية. مم. فرقة مخوخة. اسماء. عالفاضي. كله كان بيلعب نجومه. مم. ما تحسش ان فيه خطو. ده النادي الآلي كان ناقص وكان هيكسب. مم. ودي هنا تحسب لمسيماني بقى. مم. يعني احنا بنقول لسه قدامه فترة عبال ما يبدأ ياخد الاحساس ويعرف اللاعبة والكلام ده. بس هو عمل حاجة طبعا مش هفهمها غير الناس اللي هي. يا مدربين يا لعيبة. اه. اللي هو لعب اربعة اربعة واحد. مم. بعد التارد.وا. لعب اربعة هما الدفينز عادي. مم. وليعب في نص الملعب الاربعة اللي عمله السطرة وسب اجاييل واحد هو اللي ينامش قدامه خلاص عشان ما يفقدش حتة نص الملعب. اه هو كان بيقفل بيعمل كسافة اللي في نص الملعب. حبيره. التغير اللي عمله وطلع باجي اللي هو كان لسه نازل عشان يفن نف في الملعب لان لو لعب الاتنين رصات حربة كان يبقى فيه فجوات كتيرة وصورات كتيرة وكان ممكن بيرامت زيهات دي اذا موسماني من وجهة نظرك هو مدرب زكي لا هو مدرب عنده خبرة لانه ما عاملش التغيير دي الا مدرب فاهم ما كان ممكن طلع مثلا اجياء عادي يعني هو مدرب كويس جدا اه طبعا بلول غير كده بقى كداب طلع بيف بلول غير كده كداب وهنا نتحدث عن هو الكدب مش جزء من صناعة الوه صناعة موقف غير حقيقي هو انت يا كابتن في الموقف ده ده رأيك وهذه طلع بيا اقرى يعني ارى وغير وكان اقرب الى الفوز وتعامل مع ظروف المباراة وتغييراته وغير بالطريقة كل ده وبعد كده بس في دي امسي ما بيعرفش حاجة خالف هو الفكرة كلها الكابتن الرضا تشعر انه في حجم دايقاء وهو الا صراحة اه هو غير متحرر من حجم دايقاء بالنسبة الناديات يقول لك الاهلي ما عاملنش باحترام وانا يعني في الاخر يعني او ببطل او بعد ما بطل رغم ان بقى ده ده مالف تاني خالص اما نيجي نتكلم على الاحترام لقد عاملك الاهلي باكبر قدر من الاحترام اما المعاملة التانية اللي انت بتوصفها دي شوف انت ختام منين ايه انت عندك حاجات تفاصيل خليها لظروف لكن انا بتكلم على الكابتن الرضا النهاردة يعني وبعدين انا عايز اقول ايه ايه اللي افعل قانوات ونقعد لقوم المسماني وعندش ما ده انتها مرة واثنين وثلاث ده رأيك خلاص نحترمه لكن مش معقولة ان باستمرار وفي كل موقف ما عندوش فكرة ما عندوش فكرة ما عندوش فكرة وبعدين هتوصل ليه جمهور اللي انا سيدي مقتنع بيه وده الاهم ياخد ثلاث بطولات يا رب يا رب يطلع ما بيقراش وبيقرى غلط بس بيوصلنا ان نكسب الرابعة والخامسة ثم العشر هو ده الحساب معاي مدرب هو ده الحساب معاي مدرب مش ان انا اتعلع جمهور اقول له اصلاك كنتم ما بتفهموش انا صح بس ما بكسبش طيب وبعدين طيب بتحويلة الرموت ياريت نكون المسألة واضحة لكن الاهل خلاص مع خروج احمد ياسر ريان للاعارة قفل الفرقة اللي بره بره واللي جوه جوه لا هيعير حد ولا هيستعير حد لا هيضم حد ولا هيمشي حد طوية الصفح عشان يركز ومع هذا خرج الزميل سيف زاهر قال انه نادي بيرامدس وفي اصرار على بيرامدس تحديدي نادي بيرامدس عنده عروض نشوف لمين في لاعب في النادي الاهلي هيقدم رسمي بيرامدس هيخش رسمي اقدم عرض رسمي ممكن يكون محمد شريف ممكن يكون اي حاجة انا بضرب امثال يعني كويس في لاعب في الاهلي وفي لاعب في الزمالك في الانتقالات الشتوية دول بيرامدس داخل عليهم بقوة لان عنده اماكن عايز ان هو يكملها وعايز ان هو يكون موجودين او هما يكون موجودين الموسم اللي جاي مصطفى محمد ممكن محمد شريف ممكن اكيد اكيد ممكن ممكن يعني اللي انتو عايزينه ولكن في اتنين لعيبة زي ما قال كابتن هاني سعيد ممكن اتنين او تلاتة الاتنين ممكن واحد من الاهلي وواحد من الزمالك على رادار بيرامدس بارقام الحقيقة كبيرة جدا وممكن ان هما يخلصوا الديل معنى ديهم رسمي بيرامدس الحقيقة مستو برضو ان هو بيقدم رسمي يعني بيخش من الباب ويخبط وياخد خلاص النهاردة قصة بقت يعني رايح وجايع طب والنبي بقى بلاش حكاية بيرامدس بيخش من الباب والنبي بلاش دي خلاص لانه لو في حد ما بيخشش من اي باب وما يعرفش سكة الباب اعتقد كلكم شفتوا بيرامدس مش مهتم بحمد فاتح ويطلع بيرامدس مخلص مع احفاد بيرامدس مش مهتم برمضان صبح ويطلع مخلص مع رمضان صبح وكل التفاصيل اللي انتو شفتوها اعتقد يعني غير خافي على حد ما بلاش ونبي حكاية بيرامدس والباب دي خالص فاتح ده انا بس عايز نعلق لان كلمة شمعنا عمالة تلفزا النحلة اه ما هو بيقال لك بيرامدس عايز واحد من اهلي واحد من زمان يعني لعبت الاهلي بيجي لعروض ومع هذا الكابتن جمال عبد حميد له رأي في حكاية العروض دي اه قلنا كابتن جمال على العروض اللي بتيجي لنادي الزمالك دي رأيك فيها ايه يعني اربع عروض في وقت حساس جدا في دوري شغال لسه كنت بكلم مع الكابتن رضا اربعة من الاعمدة الاساسية في نادي الزمالك في كل خط في الدفاع في الوسط على الطرف يعني في الهجوم يعني الموضوع تحس ان هو يعني غريب شوية تفتكر انا وانت وغريب والسادة المشاهدين اللي هم الزمالكوية دي مقصودة ولا مش مقصودة ان السنة اللي فاتت الدوري حباشر بنت وفجأة احسن الدين في الفرقة يجي لهم عروض محمود علاء وعبدالله جمعة وجنش يتعور وعربة يهرب وجورس يمشي والدوري دي السنة دي خدنا افريقيا وخدنا سوبر خدنا سوبر لا وعندك ارترون برضو مش يا كابتن لا من اقول لك وخدنا مش عارف ايه لا لا دي زمالك هبقى لي طب هاتولي بقى المشاكل اللي انت شايفها دي كلها وانت قلتها كلمة جميلة جدا في الانترو ان زمالك ما خدش افريقيا وليه العروض دي زمالك ما خدش افريقيا طب ليه العروض الجامدة دي طب طب المفروض العروض دي جمين النادي الاهلي ايه اللي مخاد افريقيا وكسب نادي الزمالك اللي واخد السوبر واخد السوبر المصري ايه واخد حلوق اليراب ايه المفروض عروض تفلناد الاهلي ايه لا العروض جاي كل اهل الزمالك يعني اذا الزمالك في الدوري عيدتدي نوقعه اول الدوري اشان الدوري التاني بغيرش للازمة يكسب مكتبش بالمشكلة اشمعنا 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 وخلينا الكلمة دي والله صدقوني الكلمة دي جزء كبير من المشكلة لان هما عايشين في دائرة وديلين بتشمعنا كل حاجة اشمعنا طيب انت بتقول اشمعنا الزمالك اللي ما خادش افريقيا جيله وعروضه لعبة الاهلي ما جلهاش طيب هو الاهلي اللي خد السلاسية ما فقدش اربع لعيبة فقد اربع لعيبة ومهمين جدا كان عايز ثلاثة منهم يكملوا على القلب كابتن اكرامي كابتن فاتحي كابتن رمضان صبحي كابتن عشور اللي هو ده الوحيد اللي ناديل قاله اهلي قاله حتة زحمة تاريخك ما يسمحش انك تقعد على الدكة للناس دي كلها هو خد قرار وراح يلعب حتة تانية حقه طيب اذا مش بقى جتلهم عروض دول ميشيو ميشيو اتنين هو الاهلي مش اللي واخد افريقيا بس انتو عندكو احسن كواليتي ده انتو بتقولوا على كل لعيب ده احسن كريستيانا وده زي ميسي وده القباتشي وده اللي مش عارف ليه عندوكو الفاظ انا ما مقدرش على الحقيقة كل لعيبه لعبتكو حاجة السوبر السوبر والحقيقة دي طريقة تسلوية جميلة لان عشان كده الناس بتيجي بتصدق امل مصر امل مصر امل مصر امل مصر لما يجي واحد عايز فيروفت في مصر ياخد مين امل مصر ياخد امل مصر اه طب لما الناس اللي في الدور المحلي شايفين الارض الواقع يكلموا مين يكلموا شريف يكلموا امل مصر هو 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 انت انت واللعيب نفسه بقى لما تقعد مع كل مباراة تصنع نجم وتحطه في منطقة متوهجة جدا 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 تسلوية لعيب كويس عمل انا انا شخصيا انبساط جدا من اداء امام عشور الماتش اللي فات ومن قدرته على انه بيصاوب ويشو تيجي حيامل كده كل ماتش هتبقى ضغط عليه يا جماعة الكلام اللي بيتقولوه ده خلينا مرة كل شي في حجمها لان هاجم ولا ندافع بالطريقة غير غير المفيش حاجة في حجمها ابدا نتكلم على العروض العروض بتيجي عشان كده نمرة ثلاثة هجاوبكوا عليها الكابتن فالد الغندور وكيل ساسي وكيل اشرب مشاري وقناجم وكيل احداد بيتكلم كل الوكالاء بيكلموا على تأخر فلوس طيب اما جم اللجنة اللي موجودة دي لقيت ان فرجاني بقاله خمش شهر تمانية انا بقولوه شهر تمانية شهر تسعة شهر عشرة شهر احداشر متأخرين على فرجاني اشرب بن شرقي شهر تمانية ملوش تسعة شهر عشرة شهر احداشر بجانب مقدم التعاقد طيب اللعبة الزمالك كلهم فضلهم خمسة وعشرين في المية من عقودهم مشاركة غير ان فيه تلاتة اربعة مليون كده حاجات برضو قديمة غير ان فرجاني من 2019 ليه كان ليه مئة وعشرين الف ودلار مخدهاش مش اقول ارقام بس انا بقولكو حاجات تمام طيب كان من المفترض ان اللعبة دي تاخد خمسة وعشرين في المية نسبة مشاركة في شهر تمانية جي بداية موسم جديد فاشرب بن شارك اشتكى واناجم اشتكى واناجم كان فلوسه متأخرة بقى خمس شهور انا بقول كلام وبقول حق ربنا اقسم بالله بما يرضي الله اذا ده الجو اللي عايشوا اللعيبة اللي هم اساطير اتحطى اسميهم جنب بحث لعبة العالم فلما ييجي لعيب بيجيلوا عرض في لحظة هو الان على مستحقاته منطقي انه ينقشوا لكن لما ييجي بقى يتقال ايه مفاوضات وعروض لحمد فاتحي فحمد فاتحي يطلع يقولك انا مبسوط في القهد هروح فين لما ييج كابتن عمرو السلائي مش ده هي دين جوم الاهلي ما تقال ان جايلهم عروضوا على لسان ناس كتير واعترف بيها الكابتن السلائي وقال لك عرضوا علي عروض اه اه محمد شرير نفس القصة ليه ما قبلوش لانهم قاعدين في نادي يحقق لهم الحسنيين المادة والتاريخ التاريخ مش يعني ان كل واحد يبع عنده سيفي تقيل لما اه يقعد فطرة في النادي الاه وعلى فطرة اي لعيب مش من النادي الاهلي اه مش عشان الفلوس بس هي كان الفوارق كبيرة قوي لا لان النادي الاهلي هي تبقى كبيرة امتى استاذ ابراهيم لما من ثلاثة مليون يتعرض علي عشر اتناشر لا الجاب كبير لان اه النقلة والقدرات هنا مختلفة لكن من خمسين مليون لسبعين لتمانين مليون دي مش نقلة لان الخمسين مليون هتلبي معظم محتاجات لكن انا برضو من حقيقة اختار السبعيه انا حور بس ضحيت بعشر اتناشر مليون جنيه او خمسناشر مليون جنيه اعلى في حاجات انا مليش دعوة كل لعيب ياخد يعني حسابيا كل واحد قدرى بظروفه لكن كلمة اشمعنا لا مفيش اشمعنا الاهلي بيجيلوا عروض اللاعبته مش عايزة تمشي الزمالك بيجيلوا عروض بعضهم مشي وبعضهم مش عايزة يمشي وبعضهم عايزة يمشي هي دي طبيعة الامور يا اخوانا ملاش نقعد لصدر للجماهير حاجة اه وهم يتم اه اه تدعيات كتير عليه هي دي هي دي بالزبط انت بتخلق وهم وبتصدره للناس عشان تبعد المسؤولية عن نفسك لكن الحقيقة فين اعتقد سمعتوا جزء منها وبعض الفاصل هتسمعوا اجزاء تانية مهمة اهلا بحضرتكم من جديد كان فيه تفاصيل كتير الحقيقة لفن صناعة الوهم وتصديره وخلق الازمات من خلال الاعلام التخيولي وكان ازمة الفار ايضا وما حدث من الكابتن محمود سوي في المباراة الاخيرة وادرته مبارتين للاهلي كل مباراة حدثت فيها مشكلة في الفار لكن لان الوقت بيداهمنا هناك الكلام الكثير عن اسرار الملك لما جده يعتزل لما جده يعتزل يبقى حان وقت كشف الحقائق لما جده يعتزل زي ما بيمر المهلة القانونية الطبيعية على اسرار كبيرة حان وقت الكشف عنها محمد ناجي جده المهاجم الدولي المرموق والحياء واحد من اللاعبة اللي امتعت منتخب مصر والنادي الاهلي خاصة في كأس الامم عشرين عشر بانجولا باشمهندس اعلن على الملأ اعتزاله كرة القدم وقال تويتا مهمة جدا هقراها وهسمع رأي المهندس عدلي عليه قال جده اشعر ان هذا هو الوقت المناسب للاعتزال الحمد لله حظيت بمثيرة رائعة كانت اكبر كثيرا مما كنت اتخيل ممتن جدا لكل لحظة انا محظوظ ان حققت كل احلامي ولكن هذا لم يكن سيحدث لو لا تشجيعكم لي انا الان جاهز للرحلة الجديدة في حياتي شكرا لكم جميعا ده محمد ناجي جده المهاجم الدولي هدف كأس الامم الافريقية عشرين عشرة بخمس اهداف افضل لاعب مكتشف في كأس الامم عشرين عشرة ست بطولات مع النادي الالي تلاتة دوري بطولة واحدة لدوري ابطال افريقيا وبطولة سوبر وبطولة سوبر محلي كأس الامم عشرين عشرة ومسيرة رائعة جدا للاعب مهمة بشوانس جده اعشت عرف القصة ولا نشوف حاجات لجده وبعدين نتكلف انا قبل ما اعرف القصة لان دي فيها كواليس مهمة جدا ولا يمدقك قدر مسئول مسئول كان فعلا تقريبا هو اللاعب الاهم في معادلة جده مع النادي الالي في عشرين عشرة والقصة الكبيرة اللي فيها تفاصيل مثيرة الحقيقة لانه كانت ممكن هتودي ناس السجن كان في ناس معرضة انها تدخل السجن بسبب جده لكن لقاء اخير لمحمد ناجي جده مع الكابتن احمد شبير بين لنا حقيقة مهمة ووجه لنا رسالة لكل اللاعبة انتو بتلوموا الجمهور انه غضبان على لاعب انتو عارفين جمهور الاهلي استقبل خبر اعتزال جده وتغريدته ديت بالاهتمام والحفاوة والتقدير والتكريم ليه لانه لعب لما جي النادي الاهلي تمسك بالاهلي ولما ارتبط بالاهلي ارتبط بكل حب وانتماء واحترام ولما مشي من النادي الاهلي وهم مش موجود في النادي الاهلي ما زالت دي صورة النادي الاهلي عنده وما زالت دي غيرته على النادي الاهلي اللي قالها للكابتن شبير هل ستتحدث عن الأهل؟ طبعاً طبعاً كابتن شفت في النادي الأهل يا كابتن كل حاجة أحزان، أفراح، أخذ بطولات، أخذ انكسارات عشت معاه كل الأحساسين من كنت تعيشها في حياتك لما أنت مكزارة بورساية تبقاعد كده وناس مع الجمهور يموتوا قدامك طبعاً يا كابتن الحاجة دي لو أنت مرتبطش بالنادي ده والناس بيتموتوا عشان خاطر النادي وانت مثلاً ما تكونش مرتبط بالنادي يباً انت فيك حاجة طبعية طبعاً يعني الناس بتحب حياتها عشان خاطر النادي وانت مثلاً هنا عشان موقف حصل معاك أو حاجة وفي وقت ما انت تقلب على النادي فأنا شايف إن ده مش من الأصول يعني شايف إن ده مش من الأصول؟ طبعاً بتزعل لما حد بيطلع بيهاجم النادي أو بينتخد النادي من أبناء النادي؟ والله كابتن كل واحد ليه وجهة نظر بس لما يكون وجهة نظر حق وإن هي تبقى على حق وإن هي تبقى تكون المصلحة فعلاً مش منتطلع وتنتقد مجرد الانتقاد هو ده اللي بيتدايق يعني لكن لو أنت ممكن تنتقد في حاجة ليك حق فيها أو حاجة مش عاجباك وتقول مثلاً وتقول باحترام نعم يعني باحترام وفي قصور ما ينفعش تتجرح في حد ما ينفعش تقل أدبك على حد أكيد طبعاً ده كل واحد ليه وجهة نظر بس لازم تتقلب باحترام ومنطق بتزعل من اللي بيخرج عن النص طبعاً طبعاً أكتبت إن نادي الأهلي نادي كبير ونادي الزمالك نادي كبار لازم المسؤولين في الأمنية دي يعرفوا إن فيه ملايين وراه فلازم كل كلمة تطلع بحساب نعم ملايين بيتفرجوا على الأهلي والزمالك وصغار وكبار وبنات وستات لازم كل لابز يطلع لازم تبقى عامل حسابه مليون في المية والله إيه يعني تحدث حتى قارك كلام محترم جداً جداً وخلي بالك وقال كلمة مهمة جداً قال أنا عايش مع النادي الأهلي الأفراح والأطراح قال إيه الفوز والمجد والبطولات والانكسار وهو لما بيتكلم عن كلام ده لأن كابتن جده مبطلش في النادي الأهلي فقال إن اللي يخرج ويسيء للنادي الأهلي ده مش من الأصول لأنه شاف كل حاجة فيه والحاجات الكويسة طبعاً اللي هي بتنقل اللعيب وتاريخه ويحقق لنفسه مكانة إنما ما بقى لك بقى باللعيب اللي ما شافش حاجة وحشة في النادي الأهلي ما شافش غير أفراح ويطلع يهاجم النادي الأهلي عايزين الجمهور يحتفي ولا عايزين يزعل يا جماعة علاقة الجمهور باللعيبة مش في إيد حد في إيد اللعيبة اللي واحد زي كابتن جده النهاردة كل الأهلوية معاه قلبها معاه ليه عشان أهو بيتكلم بالأصول بيتكلم بيقولهم أنا عيشت كل حاجة في النادي الأهلي لكن ما قدرش وأنا ولا غير نسيق للنادي الأهلي اللي عملنا واللي عمل تاريخنا واللي عمل حياتنا كابتن جده قصة جده بين النيابة والأوراق المهمة دي مسألة مهمة وفيها كواليس مهمة جداً بس خليني الأول أقول لكم جده رأيه إيه في أي حد له مستحقات عند النادي الأهلي جده في قناة الأهلي من فترة طويلة نشوفك الرأيه إيه الأهلي اللي عابت فيه خمس سنين كانوا أحسن خمس سنين في حياتنا اللي عابتهم في نادي الأهلي طبعاً وممرنا بحاجات كتير يمكن في نادي الأهلي حصل مجزئة برساية كنت موجود فيها حاجات كتعدت عينها أواد صعبة أواد حلوة الحمد لله يعني على الأواد دي كلها يعني وكانت خمس سنين جميلة في حياتي شكرك كمان تليك مستحقات كتير في نادي الأهلي وعمرك لا تكلمت ولا فتحت بقك ولا قلت عايز أي حاجة فطبعاً بشكرك باسم القناة والله طبعاً هما فريد أعداد الأهلي مشكرك وطبعاً دي أخلاق اللي أنا عارفها عنك أكيد طبعاً اللي عند نادي الأهلي مفيش حاجة قدير من نادي الأهلي يعني بس فأنا كلمت الكابتن سيد ومصر شنس محمود تتغير وعدني إن الموضوع دي تتحل ورأيك اللي عند الأهلي ما بيروحش لإن الحقيقة هو كابتن جده وكان يعني إدارة الكورة في وقتها جددت له بعد كده المدير الفني كان له رأى فكان له مستحقات بناء على التوقيع ده وتسوى بالشكل المحترم وخد حقوق بالمصول والاحترام اللي هو بيتكلم عليه هو بيقولك ليك حاجة يطلبه باحترام آه هذا نموذج اللي انت حبه هتهجمه ليه اللي بيتكلم على الأهلي كده رغم أنه خرج من نادي الأهلي لك هتهجمه ليه وقصته هو باي النادي الأهلي قصة من الحاجات احكي بقى اللي لازم التاريخ يتوقف أمامها جده مهاجم في الاتحاد السكنداري عشرين عشر كابتن حسن خده للمنتخب فرقع في أنجولا لا قبل ما يفرقع في أنجولا ايوه هو هو هتا ما خدتوش عشان فرقع في أنجولا اه جده كان فيه كلام ناس بترشحوا يعني طابعوا الراجل ده في الاتحاد السكنداري تمام وبدأنا فيها المهمة والاتصالات والاتصالات الشخصية مع الستاذ محمد مصرحي على جده قال يعني إحنا في يعني بدري نحن نتكلم في الموضوع ده آآ كان الكلام ده آآ قبل انتقالات الشتوية بمدة يعني ايه ولكن هي كانت آخر سنة لجده مع الاتحاد السكنداري ايه اتحاد السكنداري نمى إلى علمه ان جده فيه جلسات ان يروح لزمالك لان جده ما كانش وصله لله اللي عايزه مم فالاتحاد السكنداري بحس الناس المسؤولة لأ احنا نجدده وبعدين آآ اول ما عارضه على جده التجديد قبل ان يجدد للاتحاد للاتحاد تمام فدي مرحلة اللي يجب الناس يفهمها هو جده ما كانش عايز يمشي من الاتحاد بالطريقة دي ان ان عادي خلص وقامضي في حتاق بدلي انه في التجديد مضال الاتحاد اهم اتضح اه اه ازا مالك اشتاك بعد انجوليا لما تقلقوا الدنيا فارقعت ايه? وراح وقال ده جده جيه مضال عقود ومش عارف ايه ومتاع. لجنة شون اللي عامين بحثة الامر قال لأ من حق النادي الاتحاد. جدد ووثق قبل اه ما انت مش مكانش من حقك انت زمالك تتفاوض معاه بعيدا عن نديه. ايه? فتقفل الموضوع كده. جيه النادي الالي بقى راح مخبط. كلمنا اه السيد محمد مصلحي مفوضات اكبر مبلغ الدفع في العيد. تمانية مليون اه. وقتها. وقت اشتريناه من الاتحاد سكندري تمانية مليون جنيه. تمانية مليون جنيه. اه? الفين وعشرة. اه. اذا مجدد انت اشتريته من اين? من الاتحاد. من قائمة يعني الاتحاد الكرة مش بس حكم الاتحاد سكندري. لما اعتمد قيده. اعتمد قيده في قائمة الاتحاد. خلاص ده مع العيد في الاتحاد. تمام. فلما ييجي اي نادي تاني بعديها يشتكي. ما انت اشتكيت وتحجم. اه. فكان الغرابة الغرابة الشديدة. الاتحاد الكرة يقبل فتح باب تحقيق. عندما تقدم الزمالك للشكوى من انتقال جده الى النادي الاتحاد. هو مش لعيبة خلاص. رغم انه اقرب كده في الاتحاد. اه. اتقفل. وكان ينبغي ان يكون هناك عقوبة على النادي اللي تفاوض مع لاعب من وراء. دي ده تبا من الجراج والمواقع وقتها. اه. اه. انت تفاوض مع مع اللاعب من وراء النادي حتى لو مضالك. اه. يعني انت بتسعى لايقاف اللاعب. اه. ايه. بس انت نفسك عليك جزء من الخطأ. اه. فراح جده. اه. الخلاف هنا بين مين بقى. اه. اللي اتحاد سكندري. اه. وزمالك. اه. والله. اه. وكان عندنا مطشط. المفروض والقيد الافريقي وا 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 وا. فالتحاد الكرة برضو للغرابة السديدة. انت بيتحقق. مش يجوز التحقيق ينتهي الى الى عدم احققت زمالك. هي كلمة. هي كلمة. يا جماعة انا اشتريت جده من اللي اتحاد سكندري. الزمالك اشتكر. ما هو سبق له الشكوى ضد الاتحاد سكندري. والاتحكم لصالح الاتحاد سكندري. ايه زن? خلاص. طيب. الموقف داري دمش. ما انا بحكول هو ده مربط الفرص. اه. لانك لما رحنا لجنة شؤون اللاعبين. تمام. تولى الاستاذ الشام عبدالربو. المحامي. اه. محامي جده. اي. مش النادي الاهل. اه. اه. وانا رح. ام. فجدت الاستاذ عزام. ام. اول مرة التقيه. ام. اللي هو دلوقتي بقى يعني احد خبراء اه اللواحية. بيه مسل نادي الزمالي. فجد اقعد. الاستاذ المشلل. استاذ اه. 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 صالح. المحامي. الاستاذ اه. ومستشار جديد ما لطقتوش قبل كده. ام. كان هو رئيس الجلسة. فقال لي لو سمحت انت هنا بتقبل ما ما بتمثلش احد. ام. فا اه. المهم قلت له. انا هنا بمسل الاهلي. قال لي اهلي مش ممثل قلت له انت واقف لللاعب. ام. خد قرارك بعدم اتقاف اللاعب لحين انتهاء التحقيق انا مليش دور. سلام عليكم. اللي يدهشك انه طلعت اوراقه وقصالات طعم فيها جده بالتزوير. وقال ان انا ما مضتش ان انا استلامت مليون وربع باية. ايوة. اه. وطعم فيها بالتزوير طلعوله اه عقد ماضي عليه مكتوب فيه اه اه اتناشر مليون جنيه اه اه شرط جزائي لو عايز يفسخ. قال انا ما مضتش على الكلام ده. وتم استدعاء كابتن حازم امان بقى للنيابة. اه اتحاد الكورة حكم بالاتناشر مليون جنيه صالح نادي زمالك. الله. واقف جده. اه. انت كده كالتحاد كورة محطية النادي الاهلي فيه مواجهة انه لازم يروح للنيابة. اه. وانا قلت لهم. قلت لهم انتوا كده بالقرار اللي خدتوه ده بتدفعونا دفعا الى التواجه للنيابة. لان خلاص فيك اتهام بالتزوير وانت مرضتش تحقق. راح النيابة. المفاجأة. اه. المفاجأة لقوا ان التواريخ مش متطبقة مع الاصالات. وان العقد اتمضى وتملى يعني اتملى بعد التوقيع بمدة وتوسق بتاريخ سابق. والنيابة استدعت حازم. لا التزوير اه واضح في البتاع ده. اه. كان كابتن حازم امان حيستدعى. راح النيابة قلب اقوال. ما راحش. ما راحش. قال لهم لحد هنا بقى. اه. اه. لا هو راح النيابة قدل باقواله اه. اه. يعني راح 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 قفل الموضوع. ايوة. قبل ما يروح عمل ايه? اه. قال لهم انا مش مستعدة تشيلوني الشيلة مش بتاعتي. ايوة. انا حشهد باللي حصل. باللي شفتوا بعناي. انا الراجل ده مضى على العقود. ما فيهاش شروح. طب احلال احتوى الازمة مع الزمالك ازاي سريعا. محتوهاش. ان يبقى حافظ يعني هم تنازلوا عن شكوتهم ان يبقى اه. اه. ما اخد بالك. والزمالك. الزمالك يعني راح دفع. مليون ومتين الف جنيه في حساب. جده. جده. في النادي الاهلي في البنك. اه. وجده يرجح. عشان يبني انه خد فلوس من الزمالك بس. بعد ما انتهي الموضوع. وانتصرت. اه. وعلى. حكمة النادي الاهلي. اه طبعا جيش. لحد النادي الاهلي وحط الفلوس. على مقلة. اه اه. يعني قيلة وقتها انا اه. يعني قيلة وقتها ان هو جيب الفلوس حطها في حسابه. اه. وخاد العشان ما يبقاشوا يعني وصل مزور كمان. اه. الكلام ده اللي بقوله وهو خطر وخلاص. انا بحكي له ان ده وقع في موجود في اوراق النيابة. وآآ يعني استاذ الشام عبدالراب عنده كل التفاصيل اللي مع النيابة. ويقدر يحكيها. لكن هي دي قيمة لاعب اختار الاهلي بكل هذا السبات وكل هذا الاحترام. لما جاي جده بقى بلاعب. اديك شفت انجازاتك. صحيح. سواء مع المنتخب او مع النادي الايلي ما عملش مشكلة واحدة طول عمضة. ده جده حين اعتزل. الجميع يساقفلوا والجميع يوجدوا التحية والجميع يقدموا نموذج للاعب محترم. قد باخلاص وانتهت علاقته في ملاعب بمنتالة ترامب. قبل ما تقفل بعد عودته من آآ. انجولا. من انجولا. لو تشوف وهو بيستقبل في آآ قريته في البحيرة. صحيح. لأ ملايين في الشارع. وهو واقف بيحييهم. يعني مشهد لا يمكن حد يشوف. لعب اصيل ومحترم وعشان كده استحقق كل التحية مع ختام مشواره الرائع. دمتم للاهل دائما. ودام لكم الاهل بازن الله تعالى بطلا شامخا. وعلى خير ان نلتقي دوما ان شاء الله. اسبوع الاخير. اشتركوا في القناة.